اشتركوا في القناة انه انتو بتستفيدوا من الاشياء اللي انا بكتبلكم اياها طبعا ما بدي حكيلكم بعد هاي الحلقة لا حطوا لايك ولا كومنت ولا شير ولا هاد يعني خلاص انتو لحالكو يعني كرة ما وان شاء الله انكم ما بتبخلوا بهذا الموضوع بدون التذكير فيه طبعا بالنسبة للاجابة على الاسئلة او البداية هاي يعني شايف انه مجموعة كبيرة بتستفيد منها فعشان هيك ان شاء الله انه رح نظل عليها في عندي ملاحظة على بعض الاسئلة اللي انا ما يعني ما بجاوب عليها وخصوصا الاشخاص اللي بسألوا اسئلة بقول لي انه مثلا زحل بيتراجع في البيت الخامس في البرج كذا مقابله كذا وكذا هاد تلقائيا انا ما بجاوب عليه اه طبعا مش لانه السؤال صعب او لاني بنتقس السؤال ولكن لانه اه بدون ما اشوف الخارطة الفلكية ووضع الكواكب الاخرى والدرجة اللي كانت موجود عليها هاي الزوايا انا ما بقدر يعني كأنك انت بتدل في ضرير اه وبتشرح له شايف كذا وشايف كذا وشايف كذا فهو اه يعني انت بتجرح وما بتعطي جواب في نفس اللحظة اه فعشان هيك هاي الاسئلة انا ما بقدر اجاوب عليها بدون ما اشوف الخارطة الفلكية فعشان هيك ما تزعلوا مني اني انا استثنيت او ما رديت على هذا الموضوع فعشان هيك كل الاسئلة اللي بتيجي بهذا النسق فانا ما بجاوب عليها لانه هاي بتطلب اني انا افتح خارطة فلكية واحللها واشوف زواياها واشوف الاشياء اللي فيها وبعديها انا اشوف سؤالك وبعدين اقول لك اه او لا فيعني باخد وقت طويل هذا الموضوع ويعني فيه اولى وخصوصا اني انا بجاوب ارتجالي وانتوا عارفين انه ما عندي جهاز كمبيوتر يتحمل اني افتح اكثر من برنامج في نفس الوقت مع بعض خلينا قبل ما استرسل بالكلام واضيع وقت الاسئلة خلينا نشوف الاسئلة ونشوف ايش اللي بننجاوب عليه اليوم ان شاء الله ان يكون فيه اسئلة تستفيدوا منها وتكون مفيدة لكم بمعلومات حتى ولو كانت للمستقبل او اذا سئلتوا فيها او صار نقاش فيها بيكون عندكم جواب للي بيحبوا يخذ العلم وبيحبوا يتعلموا برضو بيستفيدوا من هذه الاجوبة طيب السؤال الاول اه استاذ سعيد ربنا يوفقك ويطوله بعمرك اه رد على سؤالي هل يصلح الزواج في فترة تراجع وطارد اه برج الدلو والسرطن طيب اول اشي من يجي منشوف هل هو اه البيت السابع لاي برج من البرجين اللي هو يعني شراكة اه طبعا لا اه لانه اول اشي بالنسبة لدلو بيت الشراكة تاعه الاسد ولو اجينا على العاطفة منلاقي انه اه بدنا نروح على البيت الخامس لعلو يعني شوي يدلو بتأثروا عاطفيا فبدهم الحضوض شوي بتبعد عنهم ممكن تعمل لهم بعض الخلافات او سوء التفاهم في امور الها علاقة بالارتباط هذا واحد اما بالنسبة للسرطان فما في اي تأثير لا على هاي ولا هاي طبعا تراجع لانه في الجوزاء فلو اجي تعدلو دلو حوت حمل تور جوزاء البيت الخامس زي ما حكينا فهو بيأثر على العواطف سوء تفاهم خلافات نقاشات الحوارات هاي بتكدروا بلكوا منها اما على موضوع الشراكة فما في اي تأثيرات لهذا الموضوع انه بس بدكوا تضبطوا اعصابكم وتتحملوا كل الضغوطات او كل العركسات اللي ممكن تصير وما في اي تأثير ان شاء الله وربنا يكتب لكم كل الخير طيب سؤال ثاني بالنسبة للاخت ام نور السلام عليكم دكتور انا برج القوس العشرية الاولى من زوجته لهذا انا مريضة تلاقي تلاثين سنة او تلاقي سنة تلاقيين سنة او انا عاني من امراض نفسية طبعا ما بقدر اجاوب على هذا السؤال اه لانه مش عارف شو السؤال اول اشي ومش عارف تاريخ الميلاد ايش هو لازم تحطيلي تاريخ الميلاد ايش ولا الزوج وتحطيلي ايش ولا تحطيش انا لحالي راح اعرف بس مجرد ما اشوف التواريخ الميلاد وما انصحك ان شاء الله تعالى السؤال اللي بعدي والله يا دكتور انا بتابع توقعاتك اه فحسب المعلومات الرائعة اللي بتشرحها النا وبستفيد منها كثير مثل دعاء نصف شعبان طريقة قراءة سورة الرحمن وغيرها ممكن دكتور لو تفضلت حضرتك دعاء خاص بالانجاب بيقولوا انهم عاملين لي سحر طبعا هاي ما بقدر احكم عليها اه الا اذا انه اول شي موضوع السحر تلقائيا انت عارفيني انا حطت الرقية الشرعية على القناة الثانية اسمعي الرقية الشرعية ان كان اللي انا بلقيها اللي بصوتي او اللي انا سجلتها اسمعيها لو مرة وحدة وبعدين اه اكتبي لي اذا شعرتي باشياء معينة وانا ان شاء الله رح اساعدك في هذا الموضوع طيب اثنين واحيانا اقول هذا قدر الله ونحن معرف ان الدعاء يغير القدر اثق في نصائحك ممكن تساعدني ادعيلي بالرزق ان شاء الله رح ادعيلك وما رح اقصر معك باي شيء اه معلم انه برجي الجدي وزوجي برج الميزان طيب انا عشان انا رايحك اول اشي يا اخت لين بتسمعي الرقية الشرعية مرة وحدة بدناش المدة لطويلة يعني اذا سمعتيها مدة طويلة اساسا بنصح لكل انه يسمعها لانها رقية بتنظف الطاقة السلبية وبرضه في نفس اللحظة اذا في اي شيء الاعلاقة بالروحانيات بتشيلو والرقية هاي معمول عليها دراسة وافية ومجربة انا من الناس اللي انا جربتها عشان هيك انا اخترتها الكل رح يستفيد عليها بس التزموا بالشروط اللي انا حاطها على الرقية هاي اللي هي مدة الرقية رح تستفيدوا عليها بشكل كبير اذا شعرتي باي اعراض على القناة الثانية حطيلي شو العرض اللي انت حسيت فيه او العراض اللي انت حسيت فيها وانا بساعدك فيها يعني اي اعراض كانت اكتبيها اما بالنسبة لآيات الحمل رح اساعدك فيها ان شاء الله رح اكتب لك اياها وعلى نفس الفيديو هاد رح احط لك اياها في اول كومنت او في كومنت رح احطها على اساس انه انت تنتبهي لها واللي بدهم يستفيدوا منها اللي هي آيات بتساعد على الحمل وطريقة استخدامها والادعية برضو الدعاء اللي يستخدم برضو لهذا الموضوع ان شاء الله انه الكل يستفيد من هذا الشيء سؤال من دنيا الحسيني يعطيك العافية استاذنا المرة ثانية سؤال لحضرتك هل صحيح حسب قول بعض الفلكيين منقدر انغير الوضع الصحي اه هذا السؤال انت سألتيني او انا جاوبت عليه قبل اربع حلقات او خمس حلقات تقريبا من اول حلقات اللي بلشنا نجاوب على الاسئلة فانا جاوبت على هذا السؤال طبعا اذا ما لقيت الحلقة الجواب انه كلام فاضي لا تغير بلد ولا الشغلات اللي زي هيك هذا الاشي ما بيغير اي عملية الكواكب هي لها علاقة باشياء معينة انا شرحتها شرحوا في ولكن تغيير البلد او تغيير اللون او تغيير اللبس او تغيير مش عارف ايش ما بيغير نحوزة الكواكب نحوزة الكواكب هي احنا منعرفها عشان احنا نعرف نقاط الضعف ونتجنبها او كيف نعمل بديلة لها على اساس انه ما تأثر علينا او نغير من شخصيتنا ولكن اللي بيقول لك غير البلد هاي امور تعجيزية اه فقط لاجل التكسب او لاجل انه تلميع نفسه ولكن بالواقع اه هذه الدراسة اه اه يعني هي قديمة لابن معشر وبرضو الى سهل الاسرائيلي و فعشان هيك هدول عليها انخلاف كبير لانه ما اعطوا نتائج نهائيا اه فعشان هيك بيقول لك هذا كلام ما تخذي فيه طيب سؤال اه من only you اه طبعا تحياتي دكتور اتمنى ان تكون بخير انا من موليد اتناعش تسعة الف وتسعمية وسبعين من المغرب عندي ضيق في التنفس منذ الصغر هل اه لدي علاقة ببرجي او اه علم الارقام مثلا والحالة المادية منذ السنة الماضية ليست على ما يرام يا ريتد فيدني بكلمتين عشان ما اضيع وقت الحلقة وشكرا جزيلا طيب انا بدي اجاوبك ب اه بالسؤال بشكل مختصر اول اشي من ناحية ضيق التنفس اه بالنسبة لموليد برج العذراء اه هم معظمهم اه عندهم مشاكل يعني الاغلب من موليد برج العذراء هم بيعانوا من ضيق بالتنفس او التحسس او شيء له علاقة بالربو او اشياء شبيهة لامور التنفسية هذا واحد اثنين بعلم النومورولوجي علم الارقام ناتج الرقم تاعك هو رقم ثلاث ورقم ثلاث بيدل دائما على الشيء المزمن او على المرض المزمن يعني اللي بيحملوا هذا الرقم فبكون عندهم اشياء مزمنة فعشان هيك انت اول تاريخ ملادك اثناش فهذا اثنين هو واحد ثلاثة ومجموع ارقامك برضو بطلع ثلاثة فهذا بيدل على انه انت بتحملي اشياء مزمنة طبعا وبما انه عذراء وانت شرحتيها فهو تأكيد على هذا الموضوع سؤال السلام عليكم اريد اقول لك اختصر بالابراج ما تقول سعيد وهذا رديء فقول اختصر بيصير احلى وشكرا جزيلا اليك طيب اخت امه محمد اول اشي يعني انا ما بحكي الابراج هي فقط لاشخاص اللي ما بيعرفوا في علم الفلك في كثير من اكثر من علم اشخاص انا بعرفهم هم بتابعوا وبستنوا هاي المعلومات اللي انا بحكيها عشان انا اقول لك يعني ليش اول اشي انا لما باجي بحكي عن الكوكب سعيد ومنتحس في اشخاص مثلا بكونوا بنتظروا مثلا بساعة الزهرة في هذا اليوم او في ساعة القمر لا اتمام امر معين يعني الزهرة مثلا بكونوا بدهم طلبة او بدهم زواج او يبدأوا مشروع او عمليات تجميل فلما يكون الزهرة سعيد هذا بسهل عليهم هذا الشغل لما بكون الزهرة منتحس فهذا بعركس عليهم او بعطل عليهم هذا العمل اه في ناس بتكون عندها مقابلات اه بتعتمد على عطارد وبتعتمد على المريخ على حسب الشخصية يعني هذه علوم ثاني لها علاقة بعلم الفلك فانا بضطر اني انا احطها على اساس انه ما يجي شخص مثلا بقولك اقرأ في ساعة الزهرة يوم الاثنين في اي يوم اثنين بتكون مناسبة للعمل كذا وفعليا هو بقولك للعمل كذا ولكن طيب الزهرة منتحس كيف مناسبة فبضطر فيقول حلقة اني احط سعيد ومنتحس للكواكب عشان الاشخاص اللي بيعرفوا في هاي العلوم او اللي بنتظروا العمل على هاي المواضع من الكواكب انه بتكون هاي الامور مفيدة لالهم فعذريني من الضر اني انا اظن احطها لانه برضو انا من الناس اللي بعتمد على هاي الامور طبعا ملاحظة في علي موزنار او هذا الكلام مكرر دائما نفس التعليق الكلام مكرر كلام مكرر قرأتلك اكثر من تعليق هي على نفس الكلمة كلام مكرر انا بعرف انه كلام مكرر والمتابعين مش انه مش من تبهين لا من تبهين وبعرفوا انه الكلام مكرر وانا بحكي الكلام مكرر فانت يا بتسمع الكلام مكرر تستفيد منه يا ما تسمعوش او اكتب لي صياغ اذا انت يعني عندك قدرة على صياغة علم الفلك فاكتب لي صياغ بصير اغير بالكلام يعني لما تكون الساعة عندك ساعة تسعة الاربع لو صارت تسعة الاربع الصبح تسعة الاربع بالليل تسعة الاربع بعد عشرين سنة اسمها تسعة الاربع والقمر لما بكون في الدلو بكون تأثيره بالدلو رح يأثر على الابراج كلها انه بالدلو ما رح يصير لانه بالدلو بدي احكي لك توقعات اللي صار بالسرطان فعشان هيك هذا اشي شرحته اكثر من مرة واللي بتابعه بعرفه اني انا بكرر الكلام عشان اعلم اللي يحفظ الانسان مع تكرار الكلام بصير الواحد يحفظ ويتعلم لما يكون في البيت الثالث له معناته تأثيره سعيد بده يقول واحد مين ثلاثة اربعة معناته بعد فترة ببطل يسمع سعيد لانه بس بسمع القمر وين صار موجود بيعرف ايش التأثيرات اللي بده تصير عليه فقط لا غير فاذا انت منزعج من الكلام المكرر انا متعمد اني احط الكلام مكرر فيا بتتابع يا اما عادي ما بدي اتابعك وبتلغي الاشتراك وتتابعنيش وتغلبش حالك يعني بتنزعجش انا اسف يا اخي اسف جدا اني انا ذايقتك يعني بس انه عشان ما تظلش تعيد بنفس الكلمة وتفكر اني انا ما بقرأهاش او انا بتجهلك او بحذف التعليق انا ما بحذف التعليق سؤال الجملة دائما بنسمعها حافظوا على اموالكم من الضياع او السرقة على ماذا نرتكز ولك جزيل شكر دكتورنا اول اشي سؤالك جميل جدا 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 اول اشي بيوت المال معروفة هي بيتين يعني بيتين اساسيات البيت الاول عفوا البيت الثاني اللي هو بعد برجك البيت البرج اللي وراه هذا اسمه البيت الثاني لك هذا بيت مال والبيت الثامن بيت الاموال المشتركة دائما لما بيشكل زوايا سلبية وبتكون لها علاقة في بيتين هدول يعني القمر بيكون مثلا له زاوية تربيع مع المشتري هذا بيدل على السرقة وبدل على الضياع وبدل على النصابين والمحتالين لما بيكون مثلا القمر مع عطارد وعطارد منتحس او بتراجع برضو بدل على النصابين اكثر والنسيان فهي بتعتمد دائما على البيتين هدولا اللي هو بيتك الثاني وبيتك الثامن والكواكب اللي بتعمل الزوايا السلبية مع هاي البيوت شو ما كانت الكواكب لها تأثيراتها السلب او السرقة بالإكراه لها علاقة بالمريخ لها علاقة ببلوتو السرقة بالنصب والاحتيال لها علاقة بعطارد اللي لها علاقة بالاستغلال لها علاقة بالزوايا مع المشتري إلها علاقة باللي بتعاملوا مثلا مع بنات وبيستغلوها ماديا أو البنات اللي بتعاملوا مع الذكور وبيستغلوهم ماديا إلها علاقة بالزهرة إذا كان عامل زاوي التربيع مثلا مع القمر أو مع المريخ أو لأنه بيجي استغلال جنسي يعني زي ما كانها بتساوم أو بيساومك بالجنس لأجل أنه يأخذ منك فلوس فهي بتعتمد على البيتين هدولا هي أجمالا لو البيت الثاني والبيت الثامن لا إلك طيب نأخذ آخر سؤال أستاذ لو سمحت هل فعلا يمكن علاج السحر عن طريق علم الفلك يسلم من أجمل الأسئلة لأنه هاي نصبين كثير بيستغلوها وبشتغلوا عليها أول إشي بالنسبة لعلم الفلك هو علم ممكن أنا أحدد ساعات إيجابية طبعا هاي مش أي فلك بقدر يحددها حتى كل الموجودين يعني أغلبهم ما بعرفوا يحددوها لأنه هاي إلها علاقة بكواكب معينة ما بقدر أذكرها وإلها بزوايا معينة وإلها ببيوت معينة بحددها عشان أنا أعالج اللي عليه سحر مش بعالجه بعلم الفلك يعني هي تعطيني دلالات أنه هذا الوقت مناسب أني أنا بكون بقوتي والمريض بكون بقوته الكاملة أنه إحنا ننتصر على السحر وفك السحر وهذا لا يستخدم لجميع أنواع الأسحار يعني هذا يستخدم لنوعية أسحار معينة لها علاقة بالأسحار المطلسمة أو المعقودة في زوايا فلكية معينة يعني هو سحر فلكي طبعا مش كل اللي بيشتغلوا في هاي الأمور بيعرفوها أو بيعرفوا يشتغلوا عليها ولكن هذه من الأسحار الصعبة لما نيجي من أن نعالجها لازم نكون بوضع مغاير أو بيختلف تماما عن الوضع اللي انعقد في السحر لأجل فكه أما أنه بعلم الفلك بنفك فهذا كذب واللي بيجي بقول أنه بعلم الفلك بعرف أنه أنت مسحور ولا مش مسحور فهو كذب علم السحر وعلاجه هو بالديانات أو بالدين أو بالعلاقة مع رب العالمين فكل ديانة إلها طرقها الدين الإسلامي يلو علاقة بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم وفيه على القناة الثاني أنا حطيت الرقية الشرعية اللي هي اللي أنا باستخدمها اللي إلها 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 علاقة فيها مش إلها إعلاقة فيي وهذه علمي فعشان هيك لما أنا حطيتها حطيتها عشان الناس تستفيد منها وتفك سحرها بإذن الله تعالى بدون ما تتغلب وبدون ما تروح على دجالين ومشعوذين أو نصابين عادي بتفتح القناة الثانية أو في آخر الحلقة دائما أنا بطلع الفيديو اللي بنصحك تسمعه بأخذك مباشر على القناة الثانية العلاقة بالرقية الشرعية وحطتها أنا بصوتي كرقية شرعية اكتب رقية شرعية بصوت سعيد مناع بتلاقيها بقراءتي بقراءة الرقية مش بقراءة التجويد وفي نفس اللحظة حطتها أنا بصوت مقرئ وبرضو أنا بضيف عليها بعض الأشياء على أساس أنه أكملها لأنه المقرئ بقدر شعيد نفس الكلمات عنده فممكن تسمعها لمدة يوم إذا بدك تتأكد أنه عليك إشي ولا لا لمدة أسبوع على أساس أنك تنظف المكان اللي أنت موجود فيه والبيت ويفضل أنك تسمعها مرتين في اليوم صباحا ومساءا لأول ما تصحى من النوم بتشغلها وعنده بعد غروب الشمس أو إذا أنت قاصد أنه عازم أنه عندك شيء وحاب أنك تلغي فبتستمع لها لمدة أربعين يوم طبعا أي أعراض بتحس فيها أو أي شخص بيستمع للرقيهاي وبيحس بأي أعراض تلقائيا يكتب لي أنا حسيت بواحد اثنين ثلاثة أربعة إيش بتنصحني إذا أنا بشوف أنه في صور ثاني أو آيات ثاني بتكمل علاجك على حسب الأعراض ما رح أبخل عليك رح أكتب لك إياها على تعليقك إن شاء الله تعالى خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا لا يوم الثلاثة ثمانية وحزيران القمر طبعا اليوم رح يتنقل هو الآن موجود في منزلة الدبران وحكينا هاي منزلة من الأمس هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يمكث فيها طبعا في هاي المنزلة في نفس برج الثور لغاية الساعة 21 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء بعدين بدو ينتقل لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار الأشياء اللي يعني إذا استخرجتها من جسمك أو من مكان ممكن إنها تريحك ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رغم إنه اليوم القمر رح يكون سعيد يعني برضو في أشياء إيجابية طبعا القمر زي ما حكيناه موجود في برج الثور بما إنه موجود في برج الثور في هاي الفترة بنشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا مجموعة زوايا فلكية ولكن أغلبها رح يكون إيجابي طبعا اللي سألوا أنه الزوايا الفلكية قدش مدتها بما أني حكيتها ما قبل الزاوية هاي إلو تأثير وما بعد الزاوية هاي إلو تأثير ولكن أوج الزاوية اللي هي بالوقت اللي أنا بحكيه فعشان هيك هاي تأثيرها طول اليوم زوايا القمر طول اليوم الزوايا اللي بتتشكل ما بين الكواكب اللي بقول بطيئة كواكب بطيئة فهاي تأثيراتها ممكن أسبوع ثلاث أيام شهر ست شهور على حسب شو الكواكب وبطوءها فأنا بذكر القمر وبذكر البطيئة وبذكر قديش إذا كانت بطيئة قديش ممكن إنها تأثر ولكن القمر بتأثر طول اليوم فزي ما حكينا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وستة وأربعين دقيقة صباحا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و30 دقيقة ضهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخير قبل خلو المسار هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و6 دقائق عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ خلو المسار يعني الساعة 3 و6 دقائق عصرا بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و47 دقيقة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني أي شيء ناوي عليه أو بدأت فيه قبل خلو المسار كمله حتى لو كان فيه خلو المسار أما تبدأ الشيء في فترة خلو المسار فأنا ما بنصح في هذا الموضوع طبعا الساعة 6 و47 دقيقة مساء القمر بصير بالجوزة عشان هيك التأثيرات بتتغير علينا ففي هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيسعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعبوية نادي أما بالنسبة للزاوية اللي ما بعد خلو المسار اللي هي بتصير في ساعات المساء هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساءً هنا يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا اليوم ما راح نحكي عن تأثيرات الأبراج للانتقال راح نحكي كأنه القمر ما زال موجود بالثور في حلقة بكرة منحكي عن الانتقال وتأثيره أنه لما بنتقل للجوزاء لأنه موعد بث الحلقة قبل الانتهاء خلو المسار طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم راح يكون القمر في الجوزاء زي ما حكينا خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس عشر ستة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر وبيستمر لليوم التالي أي ليوم الجمعة داعش ستة حتى تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا لينتقل القمر لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وسبعة دقائق يعني نعتبرها إحنا فجرا بيصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثمانية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الثور وبعدين بدو ينتقل للجوزاء حتى يوم احد عشر ستة رح يمكث في الجوزاء هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اليوم عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ستين في المية زادت إيجابية وسعادة الزهرة المريخ في السرطان حتى يوم احد عشر ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلوبيت راجع حتى يوم احد عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة لإلك أو تدخل تحسين على ميزانيتك أو تهتم بمعالجة استحقاق مالك دفع أو فواتير أو مشتريات معينة أهم إشي أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقك بالتفاصيل اليوم تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنك تتفاعل وزي ما حكينا في زاوية ما بين المشتري والقمر بتدل على المحتالين فانتبه من بعض المحتالين اللي ممكن يستغلوك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وممكن تنطلق في ورشة جديدة أهم إشي أنك تتشجع لتقديم كل شيء جديد وبرضو ممكن اليوم التواجه واقع صعب ويكون الغلب لإلك بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماس اليوم وممكن تنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء أنه اليوم لا توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد لأنها هاي فترة ما زالت فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب آمالك أو ما تخيب آمالك طبعا هذا الأمر بظل لغاية ساعة المساء من ساعة المساء الأجواء بتتغير وبتصير إيجابية لأنه القمر بصير عندك تبدأ مرحلة أو فترة جديدة برج السرطان طبعا اليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شيء أنك ما تبقى وحيد لأن الظروف شوي فيها بعض الإيجابية وبتكون واعدة بتعاطف وتأييد لا تحركاتك أو لا رغباتك ممكن اليوم تفرح بدعم من جهة ما الأجواء جيدة حاول أنك تنجز كل أعمالك قبل ساعات المساء عساس أنه في ساعات المساء القمر بصير موجود في بيت المتاعب فالفترة القادمة شوي فيها نوع من أنواع الصعبة برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء طبعا اليوم الضغوط بتكون كبيرة شوي لكنها فترة مهمة وحاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول أنك تسيطر على عصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج طبعا القمر مازال موجود في بيت السمعة وهذا الإشي بتطلب منك الانتباه وعدم مخالفة القوانين برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا لبعيدة أو مع أجانب اليوم تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بترتفع عندكم المعنويات والفرص أو فرص النجاح بتكون ممتازة أو بشكل كبير واضحة وتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل غلالها الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب معك من أحد الأشخاص وبرضو بتحمل لبعض الأشخاص سفر محتمل برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي الوصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بيتكون بحاجة للرعاية أو للإهتمام حاول أنك تسارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخيب أو تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها وممكن اليوم تنشغل بمعاملات وأوراق ولكن بدك تحذر من بعض المحتالين اللي ممكن شوي يطمعوا فيك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيش هراكاتكم ولكن برضو القمر نزال مقابلكم تماما فعشان هيك بتكون تتجنبوا الانفعال لأنه ممكن الفترة هاي تخفي عداوة أو ممكن خلاف ما بينك وبين إدارتك أو الإدارة للشركة اللي أنت بدون فيها أو المسؤولين عنك بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه أنت اللي رح تكون خاسر الفترة هاي خصمك بكون قوي وبكون شرس برج القوس رغم تراكم العمل أنت اليوم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه أهم إش أنك تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي وحاول أنك أنت اليوم تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية هاي فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة أو تنطلق في مرحلة جديدة فترة إيجابية ممكن برضو بعض زملائك يساعدوك في مسألة معينة مرج الجدي اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم إش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك برضو اليوم في ممكن تنمو عندك بعض العلاقات وتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الخاصة بالتأثير عليك حاول أنك أنت تمارس عواطفك أو تتقرب من أحبائك بدبلوماسية ولين الحظ بالعبدور مهم معك اليوم بور جددلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية القمر ما زال موجود في بيت العائلة بيت البيت اليوم ممكن تنشغل بمسائل عائلية أهم شيء أنك ما تترك أحدهم أو أحد يحبطك أو يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور اليوم بتبدو أمورها في الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما الفترة هاي ممكن تحمل سفر أو ارتباط أو ممكن يكون فيه وعكة صحية برج الحود بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بالاتصالات هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة وحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار برضو بتتمتع بدينماكية وحماسة عالية جدا اليوم اليوم من الأيام المميزة حاول تستغلها وتتحرك بكل الاتجاهات وخصوصا على الأشياء الضرورية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء